أكبر أصي في مصر مع أنا المفروض إنه خليك فلوس أعلى كتير من مصر أكتر إيه اللي جابك؟ إيه اللي خلاكي تتيبي فلوس أكتر وتنزلي دي كانت حلمت حياتي من 10 سنين ليه؟ ليه عشان كنتي عرفة اللي مصر هو ده اللي فن الفن اللي ما واحدة أي واحدة من أي بلد عربي لما عاست تيبي نجمة بجات تنزل في مصر تنزل في مصر فتشتهر عشان لما أنت نجمة في البلاد العربي كلها ومش نجمة في مصر مش قوي بس أنت وش من بلد عربي أصلا أوكي بس أنا اخترت فن شرقي اخترت فن شرقي فشوفتي بيفكروا ازاي أهل شرقي وأنت بنزل مصر كتير جدا في المحرجانات كنتي عارفة مصر يعني غيرتي شكلي كمان عشان يشوفوكي زي زي الأشكال اللي بيحبوها يعني قلتي أنا كنت بعلرين وكنت رفايا ولما عرفت غيرتي شكلي بس تخنتي مش كان شكل شكلي هو هو بس كنت رفايا شوية بس دلوقتي زيادة عشر كيلو انتي هاجمتي محامي شاهيناز النجار واتهمتي بنفس التهمة اللي بتتهمي بيها مدير المالها الليلي آآ لا ما حصلش لا ده حصل انتي قلتي انه طلب منك نفس الحاجات لأ multidisخص لا حصل 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 وقلتي كده وكان بينكو محاضر وكان بينكو قضايا وفي فيديو قلتي كده لا محصلش الحاجة الي حصلت بيغات اللي أنا قلت لها ممكن هيا تعرف تساعدني عشان هي الي واحدة الي هيا فا تساعدني احنا منتكلم عن محاميها مش بنتكلم عن دكتورة شاهيناز احنا منتكلم على محامي دكتورة شاهيناز محمي هو الملك المكان ملك ؟ ملك المكان ملك المكان يعني أيه ملك المكان يعني هو لصاحب المحل هو صاحب المحل؟ آه يعني هو صاحب الملحة الليلة وهو محمي صاحب صاحبة الفندق لماذا قدمت بالغ لنيابة؟ و إنتي محمي كمحمي مش أليل أولاً أقول لك أنا مش حبة مشاكل غاية ما أنا قدرت يعني غاية ما أنا تقدر بيافل المشاكل بس بس أنت فعلاً في مشاكل غزبنا نفسي